إنها طوابير الذل هكذا سماها اللبنانيون ساعة طويلة ينتظرها اللبناني على محطات الوقود للحصول على كمية محدودة جدا من مادة البنزين أزمة بدأت منذ أشهور واشتدت في الفترة الأخيرة حتى أرهقت البلاد والعباد يعني ما بعرف بعد لين بدهم يوصلون صار لي أنا شدي ثلاث ساعة ناطر كمريل عبوني بخمسين ألف ليرة يعني كأننا عم نشحدون عم نشحدون من جايبتنا يعني عم ندفع نحنا من جايبتنا عم بشحدونا إياه هون بهالغالة الخمسين ألف ما بتقدى شي صرنا بنظره بحساب أقل مشوار بنروحه بطل فينا نعمل شي يعني أقل حقوقنا ما عم نقدر نحصل عليه الله يخلصنا من الطبقة الفازدي اللي وصلتنا لهون طبقة الزل رئيس الجمهورية بلبنان مسمى حاله رئيس الجمهورية ما عم بيشوف الطابور البنزيني يعني ما بعرف ما عم بفهم يعني بنوع في خمس ساعات لنعب بعشرين ألف خمس ساعات لنعب بعشرين ألف ما بعرف عشو بعضهم ما بعرف الحكومة اللبنانية رفعت أسعار الوقود بعدما وافقت الأسبوع الماضي فعليا على خفض الدعم عنه زادت الأسعار بنسبة 35% ولكن هذه الخطوة لن تحل الأزمة بحسب الاقتصاديين بالنسبة للأزمة الطوابير وأزمة المحروقات هي مستمرة مش بسبب تسعير الدعم يعني تسعير الدعم كانت على تلت تلف تسعمية أو ألف وخمسمية مثل ما كانت سابقا زادت الموضوع بيضل بالنسبة للتأمين المحروقات هي الأزمة مرتبطة بأشح بفتح الاعتمادات من قبل مصرف لبنان وبالتالي باعتقد مصرف لبنان وهذا القرار للي ما خفف انفاق على الاحتياطة مضطر يضل متبع زادت السياسي وبالتالي بدنا نتوقع أن هذه الأزمة يمكن على أقل شوية بعد لأنه هلأ كانت مأزمة أكثر شوية على أقل شوية لح تضلها مستمرة لح تضل ممكن يكون فيه طوابير من وقت لآخر لأنه سياسة فتح الاعتمادات لح تستمر مثل ما هي لتوفير السيولة وتوفير الأنفاق للي كان حجمه مليار مليار ومئتين بده ينزله يمكن حيكي مصرف ببنان ستمية سمائة مليون رغم رفع سعر المحروقات فإن مشهد الإشكالات والفوضى على محطات الوقود لم يتغير وذلك لعدم توزيع المحروقات من قبل الشركات المستوردة وبات المواطن اللبناني يحسب ألف حساب قبل الخروج من منزله وأضطراره إلى الوقوف في الطوابير لساعات يحذر خبراء مختصون من انفجار اجتماعي قريب نتيجة هذه الأزمات والتراكمات التي يعيش في ظلها المواطن اللبناني منذ أشهر لتلفزيون سوريا نورتاوق لبنان